السلام عليكم الحقيقة القرآن الكريم كله أسرار وما من حرف من حروف القرآن إلا وفيه سر من الأسرار لتنفع حياة الإنسان في أمور الدين والدنيا وحياة الصحية وحياة الروحانية القرآن الكريم كل حرف زي ما قلنا له سر لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله أريد أن أتحدث بعجالة سريعة عن بعض أسرار سورة البقرة اللي هي فسطات القرآن الكريم يعني هي الجامعة تقريبا لأحكام القرآن فيها أكثر من ألف حكم وألف خبر وألف يعني فيها آلاف الأحكام القرآنية كما قال العلماء في رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنه أخي متوجع فقال له إيش وجعه فقصل النبي الألم اللي يتعلم منه أخوه فالنبي قال له جيب أخوك وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشخص المتألم المتوجع أربع آيات من أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى أربع آيات وقرأ آية الكرسي وقبلها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره وثلاث آيات آخر سورة البقرة وآية من آل عمران من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو وأيضا قرأ آية من سورة الأعراف وهي قوله تعالى إن ربكم الله الذي كذا إلى آخره وقرأ آخر سورة المؤمنون فتعالى الله الملك الحق المبين وقرأ أيضا معها آية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا وقرأ عشر آيات من أول سورة الصفات وقرأ كذلك ثلاث آيات آخر سورة الحشر زائد قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذوا برب الفلك قل أعوذوا برب الناس يقول لمن قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات وعلمها للصحابة أيضا يعني قام هذا الرجل وكأن ما فيه مرض أبدا وهو غير متوجع هذه من فضائل وأسرار سورة البقرة طبعا هذه المسألة تحتاج إلى أحيانا تعيد الموضوع أكثر من مرة يعني تقرأ على المريض هذه الآيات التي قلناها أكثر من مرة ربنا طبعا لأنها تحتاج إلى حالة الراقي حالة القارئ فلما تكون حالة وحالة إيمانية عالية حيأثر بالتأثير على حالة الروح وحالة المرض اللي يعاني منها الشخص عبد الله بن مسعود وهو أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول طبعا لما يقول صحابي قال كذا هذا يعني أنه أكيد متعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام أربع آيات أول سورة البقرة زائد آية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ما يقرأها يعني لا يقرأها شخص و يعني من يقرأ هذه الآيات لا يقربه وأهله شيطان ولا شيء يكرهه وما قرأت على مجنون إلا أفاق إذن هذه كلها من سورة البقرة أي شخص يقرأها لا يقربه لهوة ولا أسرة كلها يعني لو شخص من البيت قرأها يبتعد الشيطان عنهم بإذن الله تعالى وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي لا تقرأ فيه أو فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان يعني سورة البقرة مهما كان إذا كان شخص في البيت قرأ سورة البقرة لو اجتمع السحرة من أجل أن يؤثروا على أي شخص في البيت لن يستطيعوا تأثير لأنه حصنت البيت وأهل البيت جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحد الصحابة وهو أبي بن كعب وكان هذا من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم فقال له يا أبي إيش أعظم آية في القرآن الكريم إيش قال له أبي قال له أعظم آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالنبي ربط على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر وفي حديث آخر يقول إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قبل ما تنام بس اقرأ آية الكرسي وردنا أن نتحدث عن أسرار آية الكرسي يعني يطول بين الحديث لكن أنا الحين قدمت بعض الومضات فقط للإيضاح أهميتها وقال من قرأ آية الكرسي وثلاث من سورة الأعراف قول تعالى إن ربكم الله الذي خلق إلى آخره إلى قوله المحسنين والصفات من أولها إلى قوله تعالى لازب ومن سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى قوله فلا تنتصران عصم يومه من كل شيطان ومن كل ساحر مضر ومن كل شيطان ومن الإنس ومن كل سلطان ظلوم ومن كل لص ومن كل سبع ضار هذه الآيات إذا تقرأها في اليوم صارت تحصيل لك من الشياطين ومن السحر ومن كل شيء ويقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يعني بعض العلماء قالوا كفتاه يعني تعادل قيام الليل كأنه أقام الليل كله آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره والبعض قال كفتاه يعني ما يظل عنده شيء يخاف عليه وخاصة من مساء الأشياطين والتأثيرات الروحانية طبعا هذا الأمر يحتاج إلى كثير من اليقين كثير من الصدق وكثير من النقاء علشان يكون التأثير أسرع فالإنسان إذا ظل يستديم على هذا الأمر وإن كان بالبداية التأثير خفيف لكن سيجد بعد ذلك النتائج القوية في التحصين وفي التأثيرات الروحانية الإيجابية على حياته أحبكم بلا حدود فأمان الله